تقدمت مصر بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس من أجل فتح أسواق خارجية جديدة وزيادة معدلات التبادل التجاري وأيضا الاستثمارات المشاركة في الوقت نفسه تسعى مجموعة بريكس لبناء منصة للتعاون وتحقيق التنمية بالدول الناشئة والنامية تعمل مصر على تعزيز التعاون مع كافة دول العالم لتحقيق أقصى استفادة من النمو الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركاء الدوليين مما ينعكس إيجابيا على مستوى معيشة المواطن المصري من خلال النهوض بالقطاعات الاقتصادية المختلفة حيث يعد تعاون بين مصر ومجموعة بريكس واحدا من أشكال التعاون التي تحرص عليها القاهرة لتعزيز دورها الاقتصادي عالميا وبينما تسعى مجموعة بريكس إلى بناء منصة أوسع للتعاون المفتوح وخلق وضع جديد للتنمية المشتركة بين أسواق الدول الناشئة والنامية تحرص مصر على المشاركة في الحوار الاستراتيجي حول تنمية الأسواق الناشئة والدول النمية لتأتي مشاركة مصر كضيف في قمة بريكس التي استضافتها الصين في سبتمبر عام 2017 بدعوة من الرئيس الصيني شي جيم بينج للرئيس عبدالفتاح السيسي تأكيدا على مكانة مصر وما تملكه من مؤهلات اقتصادية وسياسية وتجارية يؤهلها لتصبح عضوا في التجمع وسعيا منها لفتح أسواق خارجية جديدة وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة تقدمت القاهرة بطلب رسمي للانضمام إلى مجموعة بريكس وهو الطلب الذي تناقشه القمة ضمن 19 طلبا آخر فقرار انضمام مصر لمجموعة دول البريكس سيساهم بشكل مباشر في الاستفادة من خبرات دول المشاركة في زيادة معدلات التصنيع والإنتاج فضلا عن تعزيز اتفاق التبادل التجاري مع 68 دولة هم المتعاملين مع مجموعة بريكس وبالتالي خلق سوق مشتركة لترويج السلع والمنتجات المصرية في ظل التوازنات المرتقبة التي تصنع على المستوى الدولي والإقليمي بجانب تجمع الكوميسا ما يدعو مستمرار الرؤية الاستراتيجية بشأن تنويع جديد للعلاقات الدولية التجارية